خبر جميل عارف ايه اخبار كده مبهجة بجد يعني يعني انا لما شفت الخبر بتاع شركة تسكرتي بتاع مؤمن زكريا بالنسبة لي كان خبر مبهج جد ان مؤمن زكريا ينضم لشركة تسكرتي وينضم بجد يعني يدله فرصة العمل وفرصة انه يتواجد وفرصة انه يفكر ويشتغل ويحس بذاته كلام ده كان شيء رائع جد الحامل شركة تسكرتي جد مبادرة كانت رائعة جدا انضم اليوم النهارده يحيى انديل ده احد الابطال طبعا بتوعه زاو الهمم انضم لشركة تسكرتي وايه بقى في منصب ايه اخصاء التسويق الرياضي خد بالك الحاجات انت بتطلع من الناس دي زاو الهمم يعني حاجات مدفونة جواهم ومواهب مدفونة جواهم وفرص كتيرة جدا تخليه تطلع من جوا حاجات فبتحولوا بنسبة كبيرة جدا جدا ان يقترب من الاسوياء زاو الهمم حتى اللفظ اللي احنا غيرناه انا كنا الاول نقول زمان ايه اللي معاقين معرفش ايه اللي لا زاو الهمم يعني ايه عندهم همم ورغبة في ازهار قدرات احنا ممكن بقى شايفانه عشان كده تسموا زاو القدرات الخاصة وزاو الهمم معدهم قدرات خاصة بس مين يتلحها بينهم شركة تسكرتي اعلنت عن الحقيقة يحيى عمر انديل ده من ابطال زاو الهمم اتعاين في منصب اخصاء التسويق الرياضي ايه يحيى عنديل بقى بص بقى يسيد واحد وعشرين سنة طيب واحد وعشرين سنة كده بيجابلوه شركة تسكرتي بص بقى عقية بقى حاصل على باكالي ريوس في ادارة الاعمال تخيل بقى تخصص في الادارة الرياضية من جامعة الاسكا في مصر اول شخص زي متلازمة متلازمة دون في العالم بيحصل على هذه الدرجة في هذا التخصص يعني اقولوا عدد المتلازمة دي بياخد بيتكلم تلات لغات اه والله العظيم ده مش مبلغة دي فعلا ده السيبي بتاعه احنا كنت حاليس اجيبلكم السيبي بتاعه واقوله عشان خطر تعرفوا فعلا الناس دي بتطلع والبلد بتطلع من جواهم مواهب كانت مدفونة وهيبقوا منتجين في المجتمع وينخرطوا جوا المجتمع واخد الدبلومة الامريكية مع دبلومة امريكية بطل سباحة وبطل فروسية وبطل تنس طاولة واخد ستين ميدالية في مختلف الالعاب ده انا الدكتور بيقول لي انت بتخسس امشي كل يوم نص ساعة يا نهارة كأني بتضربني بالنار كل ما تيجي بقى وقت النص ساعة دي يا وعد اقعد اهجل فيها وقولي انا لسه همزل وامشي واروح واروض اعمل تليفونات عشان اضيع النص ساعة ده خالده واخد ستين ميدالية احسن منه ومن الميت واحد زيه واخد ستين ميدالية يعني شارك في مسابقات وطلع الاول او التاني او التالت ستين ميدالية في مختلف الالعاب على المستوى المحلي والدولي اختير سفير لسندوق اعطاء الاستثمار الخيري لدعم ذوي الهمم طبعا دلوقت بوهمته الجديدة اخصاء تسويق الرياضة لشركة تسكرتي وطبعا واخد كرمته الدولة وكرمه السيد الرئيس الجمهورية اه الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتباره طبعا بطل من افطال زوي الهمم انا بنقل شكر اه لي شركة تسكرتي انه هم عندهم حرص بجد على الازهار قدرات زي مؤمن ذاكرية الاول بالمرض اللي ربنا يشفيه مؤمن نجم كبير جدا وحد يعني عظيم جدا لكن ان انت تحسسه فعلا رغم مرضه يقومه ويقف ويشتغل وينهض ويدي ويعطي وكل الكلام ده وهدي كمان النجم بتاعنا يحيى انديل بينضم لشركة تسكرتي وبيستقبله الكابتن مؤمن زكريا كراجل مستشار بقى في الشركة مستشار رياضي يعني في الشركة والاتنين يبتدي يمرسوا المهام بتاعنا في قلب مقر الشركة بيروح بيروح مكتبه الصبح وبيقدي شغله بشكل عادي وشكل طبيعي جدا الحقيقة انا بشكر شركة تسكرتي على هذا يعني الموقف فعلا النبيل في ان هما بيدوا الفرصة دي الناس دي هتشتغل وحتدي زي اي حد بس هما يدوا الفرصة دي ويثبتوا للمجتمع الناس دي فعلا قادرة انها تطلع كل الجواه اشتركوا في القناة